حاجة ولو بسيطة كده بحيث أنا أستفيد منها أنا كأم وأفيد أولادي أنا عايزكي قبل الحلقة أتفق معاك اتفاق تمام؟ أنا مش عايزكي تسمعيني بودانك ولا تشوفيني بيعنيك النهاردة وبعدين تجيب زوجك النحية دي وأولادك النحية التانية وعودوا سمعوني بقلوبكم أنا عايزة عين القلب النهاردة هي اللي تسمع الكلام اللي هنقول عليه كتير جدا جدا هنكتشف إن إحنا النهاردة مقصرين جدا في معرفتنا بالله سبحانه وتعالى وفدنا تعالوا كده في البداية لو أقولك تعالوا مع بعض في البداية كده إحنا حلقة النهاردة يوم جمعة في 2019 نتمنى على الله يعني إيه نتمنى على الله يعني كل واحد فينا يقول أمنية في نفسه اللي أنا هقولها لكم شكلها دلوقتي قولوا يا رب إحنا كنا في بيوت مناورة بتاع هل سمير اللي قاعد يوم الجمعة وقال لنا تمنوا على الله اللهم اعطنا هذه الأمنية كما تمنيناها في الدنيا اعطهلنا في الآخر قولوا أمين ويا رب تكون الحلقة دي حلقة مباركة ربنا يفتح بيها القلوب اللهم أمين في البداية كده لما قولك تخيلوا وانتي هاتي أولادك وخليهم يسمعوني النهاردة نقول حاجات طحفة جدا ايه أول لحظة لينا في الجنة شوفي أول لحظة عايزين نروح على الأصر بتاعنا نكتشف بقى في ايه وكم دور والدنيا صحيح طوبة فضة وطوبة دهب والدنيا شكلائي وهل هو مجوف لق لق ولا ايه الوابع ولا نجري إن شاء الله نبقى أهلم الجنة قولوا أمين احنا وأولادنا وأزواجنا قولوا أمين والي زوج كده هدعي لك طول ما انت ايه ما زبطني يعني هم عاملني كويس ولا هنسيب الأصر ونجري على الرسول عليه الصلاة والسلام ونجري على زوجات النبي عليه الصلاة والسلام وممهات المؤمنين وآل بيت النبي كلهم عليه الصلاة والسلام ونجري ولا على سيدة مريم ولا نروح نتكلم معاهم ولا نروح نحكي ولا هنروح عند الباب اللي عندنا في الأصر قلنا القصر في الجنة له أبواب ده باب الولدان المخلدون ده باب الملايكة وده باب حور العين في ناس أفلاه والباب بتاع الله سبحانه وتعالى اللي بننظر منه إلى الله سبحانه وتعالى طبعا فيه باب للنار منشوف أهل النار عشان نفضل نحمد ربنا سبحانه وتعالى هنقعوا بقى مع ربنا ونتكلم معاه ونرى الله ونفتحه بعدد أنسنا به في الدنيا ولا هنقع بنتفرج على حور العين اللي قاعدين على ضفاف الأنهار وعملين يغنوا ولا هنروح فين ولا فين ولا فين تمنوا على الله اللهم ما تجعل هذه الأمنية في الحلقة دي تغطب يا رب بسبب لكل اللي بيسمعنا وكل اللي بيشوفنا وكل اللي يقول أمين اللهم معطينا هذا الأمر قولوا أمين